يارا التزمت بنظام غذائي وما شاء الله نحفت بشكل مثالي عنود جربت نفس النظام الغذائي ولا نحفت سلمة جربت نفس النظام الغذائي ولا نحفت أيضاً عنود سلمة تحاولان مع أنظمة غذائية مختلفة وما في فايدة يا ترى فين المشكلة؟ المشكلة إن ما يناسب يارا ليس بالضرورة يناسب عنود سلمة جسم أي إنسان ليس نسخة من جسم غيره واحتياجات كل إنسان مختلفة عن غيره وحساسيته مختلفة أيضاً طيب ما الحل؟ بإمكانكم الآن عمل فحوصات مختبرية جينية للأغذية بمركز العافية بالمركز الطبي الدولي هذه الفحوصات تحدد أين مشكلتكم وترشدكم للغذاء الصحي الذي يناسب جسم كل إنسان تحديداً تدلكم على النظام الذي يحقق رغبتكم بإنقاص وزنكم تحدد لكم احتمالية الأمراض التي قد تأتيكم في المستقبل وثقاً لنمطكم الغذائي تعرفوا على نوعية الأغذية المناسبة لكم من خلال تحليل الغذاء الجيني بادروا بالحجز بمركز العافية والطب الوظيفي الشمولي واطلبوا إجراء التحاليل الجينية للعافية المركز الطبي الدولي غايتنا عافيتكم